بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نتكلم اليوم على بارقة أمل لمرضى الجهاز العصبي يجب أن نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا بعلم كما يفتح على البشر كل يوم بعلم القاعدة التي نقول عليها نقول والله العظيم لو لقينا مرض الآن ليس له علاج فهو في البحث وفي المستقبل له علاج وأنا هضرب لكم أمثل أمثلة حقيقية من الحياة الأمثلة الحقيقية دي هنقول مثلا 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 على المس أو المالتي بسكولولوس المالتي بسكولولوس ده مرض بيسموه تليف في أجزاء من الجهاز العصبي خلاص هذا المرض قد يصيب البعض نتيجة سلوكيات معينة اضطرابات هرمونية نتيجة اضطرابات سلوكية شفت ناس مش منتظمة خالص عندها مشكلات كبيرة جدا فبيقلب معاها المرض النفسي بمرض عصبي المرض العصبي ده ممكن تلاقي رعشة هزة سقوط ممكن تلاقي عمى نيورايتس مجرد التهابات ممكن تلاقي راعة شل وبعدين فك وهكذا الناس دول لقينا ان احنا ممكن نزبطهم بخمس طرق اول حاجة ضبطة هرمونية ان اشوف ايه الهرموني ناقص هل هو الالتروكسين هل هو الكورتيزون هل هو ايه طيب واشوف حاجة تانية المشكلة عنده ايه لان لو قدرت اقنعه بحل المشكلة هو خاف الموضوع الثالث المهم الضبط السلوكي يعني ايه يعني ايه يعني لازم ينام بالليل يعمل رياضة بالنهار لازم من غير ما ينام بالليل ويعمل رياضة بالنهار كل العاج يوعى في الارض بعد كده علموا الغذاء الصحي ياكل ايه صح لازم يكتر مسارة الخضر والفيتامينات والحاجات الجميلة وبعدين يخلي البروتينات اقل حاجة المرضى اللي جولنا اغلب المرضى عندهم كان عندهم نقص في الفيتامين يعني زي مثلا بي تويلف او بي كومبليكس وكان عندهم زيادة في الاملاح نقص الفيتامين بي كومبليكس بتعمل باتشيز في الجهاز العصبي يسموها الدي كومبين دي جينيريشن او التحالل اللي يحصل في الجهاز العصبي ده بيتعالج لو خد حقنة البي كومبليكس او البي تويلف خدها مرتين في الاسبوع اللي حاجة بيبتدي التلايف يختفي والالتهاب يختفي والعصاب تبقى كويسة نفس الكلام لو بعيدت عنه الملح او ديته مزيبات الاملاح اشهر الحالات اللي تعالجت عندنا كان دايما مرض الاملاح اس ده بيصيب البنات لكن بيصيب ايضا رجال يعني انا جاني اه بنت والبنت دي تسعتاشر سنة وام اس ومتشخصة ومش هتتجوز ومش هتخلف ومش ومش طبعا ده كاتر بدوها لستة ممنوعات ممنوع الجواز ممنوع الحب ممنوع لو اتجوزت ممنوع الانجاب ممنوع 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 لما جات عندنا ولقينا ان عندها نقص في الفيتامينز وعندها زيادة في الاملاح مجرد معلجناها وتزبطت وبقينا ان بعد كده كل ست شهور نعمل اشياء عمقطعية لقينا الجهاز العصب يتحسن وتجوزت وخلفت وبقت انسانة كويسة نفس الكلام اللي عملنا مع مرض اسمه الزئبة الحمرة برضو المرض الزئبة الحمرة وبنقلها دم كل اسبوع ووقت ازواجت فضل الله وانجابت ست عيال فالنا عايز اقوله انه قديم رأة جنة بقى رجل شاب الشاب ده عند اثنين وعشرين سنة برضو متشقص على انه ام اس وجاي بقى متسند ومش قادر والام اس درب الاعصاب ومجرد ما عليجناها بنظام سلوكي غذائي والنينة اللحون بيه كومبليكس وموذيبات الاملاح موذيب الدهون مش عايز اقول لكم اسبوعين جنة العيادة يمشي شخص عادي خالص بينام كويس بيعمل رياضة كويس كذا كذا طبعا فيه امثلة كتير جدا جدا ده بالنسبة للام اس لكن اللي انا عايز اقولك عليه بالنسبة للجهاز الع الصداع والصداع ده كان عندنا حالات مالهاش حل خالص وطلع ان الصداع ده الصداع نفسي يعني صداع نفسي يعني ان واحدة مثلا لفت على مستشفيات العالم كله عندها صداع كشف فحص قاعين سليمة ها جيوب قنفية سليمة تعمل مش عارف رسم قلب سليم صورة دم سليمة وطلع ان السبب الصداع هي غريبة جدا هي متزوجة رجل يعني لا تحبه وكان اول ما بتسمع صوته او اول ما بيطلع السلم بيجي لها الصداع شديد جدا لما انا عادت اعمل اناليسز يعني هستوري اناليسز او عادت اقول لها ايه طب احكي لي اين لي بيطلع طب امتى الصداع بيجي طب امين صداع بيختفي عرفت ان الصداع ده صداع نفسي عن طريق جوزها وكان العلاقة لازم جوزها يحسن الصورة الزهنية اللي عندها تدي غير سلوكياته وفعلا الصداع ابتدى يختفي بالتدريج لان صورة الرهبة والرعب اللي كانت بتتملكها لما جوزها ييجي اختفت تقريب فالما اعز اقول لكم علي يا جماعة شوف سبب الصداع ايه لانو ربما يكون سبب نفسي ربما يكون جيوب امفية ربما يكون سبب صهر الصهر بيعمل صداع فضيع فكم من حالة جات لنا وقعدنا نتكلم معها ونحلل اسباب الصداع لدرجة انها بقول له ايه بص لو سمحت اكتب كده الحدث الصداع الحدث الصداع نمت الصداع مثلا شريمت حاجة ساعة صداع مثلا كانت اجي لقيت صداع مثلا تخنقت صداع سهر اكتب اكتب حللي اناليس لحياتك في الاربعة وعشرين ساعة وقل لي الصداع بيقل لي امتى وبي ايه وبيزيد امتى ونعرف بعد كده ايه لي بيزوده الصداع ونشطبه ده بالنسبة لحالة الصداع تعالى بقى الحالات الشلل الشلل يا جماعة لو اللي حقناها في اول اربعة وعشرين ساعة هحكي لكم حكاية جالي واحد راجل مسؤول كبير وبعدين كان عندهم كنت معه في الوزارة ونسا عاملة مشاكل وكذا وكذا وعنده ضغط والسكر فالضغط علي جدا والسكر جان العي ده بقيس الضغط لقيت الضغط فوق المئتين وعشرين على مئة وعشرين وبدأ ينزف ولقيت السكر بتاعه فوق ستومية ودخل في غيبوبة والله يلازي لا لا غيره رحت جايب كسين عاملهم على ظهره وكسف اسفل الظهر تلك كسات وخز عشر دقيق ربع ساعة بدأ يفوق قال انا ما كنت شايف واتصل بابنه عشان يجي سولة عربية وبعدين بقيس الضغط الضغط كان متين على مئة وعشرين بعد ساعتين او او يعني في الحدود دي بقى الضغط مئة وستين على تسعين وبقى الس السكر اللي كان ستمية ينزل بقى ربعمين اللي انا عايز اقول لكم عليه يا جماعة انه في كسين في غاية الخطورة اسرع من البلازمينوجين اكتيفيتور اللي هي الحق نمو خمس تلاف او اسرع كمان من ستريبتو كاينيز ومن 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 فلا انا عايز اقول لكم عليه ان ربني يوفقك انك تعمل حاجة صحة وسريعة موفق جدا طبعا هو جال العيادة قبل ما الاسعاف تيجي كان راجل خاف الابحاث الجديدة احنا معنا بحث عن الزهايمر بيقول ان في مادة بحسية اسمها ادو كانوا ماب والادو كان ماب ده كلمة ماب اخيرا كلها معناها مونا كلونية انتيبادي الادو كاينو ماب عبارة عن ايه عبارة عن مونا كلونية انتيبادي جربوها للناس اللي عندها زهايمر. فبدأت المادة دي تتعامل مع البروتين الضار اللي بيعمل تلايف في المخ. تعرفين هذه الزهايمر ده معنى ايه؟ معنى دي نتوريشا اف بروتينز اللي موجودة في المخ فبيتلاف انسيجة المخ. فلما جربوا مع الناس اللي هو الايه الادو كانوا ماب ده فلاقوا ان هو مع العى ايام ببتدي أعراض الزهايمر تقل بعد السنة تقريبا من العلاج ودول جربوها على حوالي 165 حالة فلاقوا أن في حالات كتيرة منها أكتر من 120 حالة منه وبدأت تخف وبدأت ترجع للكلام ده العقار ده طبعا محتاج لعلاج الزهايمر محتاج إلى تجريب في ناس اعتردت عليه وفي ناس وافت عليه لكن أهبادرة أمل بيقول للناس كلمة واحدة يا جماعة فيه بروتين ضار ببوز المخ معناها أن أنت لا تكسر من البروتينات ومعناها أن تقال البروتينات مع كبر السن ومعناها أن تكتر من صارة الخضرة ومعناها أن تكتر من نشاط الرياضي لأن الدورة الدموية والسيركيليشن كفيلة بأنها تدويب لك البروتينات الضارة اللي ممكن تعمل لك زهايمر أو نسيان أو جين إن شاء الله هشوفكوا في حلقة جديدة بإذن الله تعالى مع بارقة أمل جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر